اشتركوا في القناة بمصور سلام انا جاي اقولك ارجع علشان انا صبري قصير بعناوين الليلة انا فهم الدقاء جاي انا ولا صبرك قصير لا هي الغنية انتهاء البعارك بمدينة ترابلوس الجيش بيقتحم وبيرفع عالم لبنان اما بالنسبة لاشهادي ما سقط بس فيك تراجعوا من خلال اي سياسة ترابولسة هذا دليل احنا معنا مشكلة ابدا مع حد اطراف سياسي و هذا دليل على عزة ترابلوس واهل ترابلوس يعني وشباب ترابلوس بعد مشكل سايدة الويزر جامعات لبنانية تتضامن مع المجلس النيابي وبتلغي الانتخابات الجامعية والشعب اللبنان رح يكتف السنة بالتصويت للمشتركين بقراب ايدل وصار كارمي صار كارمي؟ يأ بقر كارمي؟ لا نعم حسنا كارمي حصل تلاثنا بين طلاب حزب القوات والتيار الوطني الحر وفي اقل من ربع ساعة تطور الاشكال في باحة الجامعة بعد معلن اعتزاله السياسي الوزير غازي العريضي عاد لينتقم من اللي حكي عليه او رجع ليحكي على الانتقم منه نعم صحيح صحيح ونرسلنا بودي بنشرة اخبار تيفها وسريعة عباس نزل يختبر الاجراءات الامنية وابو طلال سقط بفخ المخدرات الرقمية بك ابو طلال انا عمش لبس منطلون حاليا وانا كومندو بلا كالسون الليلي وهدي نشيت الشيء ان انا انت كومندو اه بلا كالسون كومندو يعني هاي بفوت ماشي بفتح العالم بوار بلاشنا يا مخرج لحظة 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 سلام عم بتخوني وبتختي شبو هيدا شبو هيدا وان شايف شايف سلام مش انت قلت انو نحنا سونا مثل بعض وانو انا حقدم الشيء ان انا لا دهيك الاسبوع دهيك الاسبوع كلامه الليل يمحوه النهار ليش يعني لانو فؤاد اشعر يعني بتحبه اكتر من ايه 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 ساتوا منه ايه لما يزعل هو وبعدين منه اشعر هو ردهد حسبي الله انا عمل وكيل وكيل ووهيدا تعرفي ايه قصص لما تقولها بتخليني انو ليش من انت ما قاعد هون حسبي الله انا عمل وكيل لانو عم حسك مسلسل مصر وماشي حسبي الله انا عمل وكيل بيقدم محلي بيقدم محلي بعض ناقص مساء الخير بلشت الشتوي فوفي رجع وغازل عريضي كمان مصلح سرية الدين ظهر من الحبس ومتل العادة اختفى حدا اسمه اسامة وده عصبي اسمه شادي انتهى الوضع بترابلوس فجأة متل ما بلش وصعت مشروع الامار الاسلامي بالشمال وربط الالمون بإد سانس الله اكبر وكشفت المعارك عن عدم موجود تعاطف شعبي مع المجموعات المسلحة ان السنة في لبنان ليسوا بيئة حاضنة لا للارهاب ولا للتكفير ولا للتطرف السنة هم اهل اعتدال في هذا البلد واسبت التاريخ كل التاريخ والحاضر انهم اهل الاعتدال والاعتدال في وجه التطرف السنة بريئين من هيك مجموعات نحن بيئة حاضنة للدولة اللبنانية للجيش اللبناني للقوة الامنية الشرعية فقط لا غير بس رغم هالشي في عنا هيدا الشي هؤلاء ليسوا عناصر حزبيين ولا قوة امن ولا حتى جيش انهم مجموعة من ابناء القاع نعم ندفع عن بيوتنا وارجائنا واموالنا واعراضنا لكي ما في عنا بيئة حاضنة للارهاب بس عنا امن ذاتي عنا شعب مسلح بس عنا جيش نقص وسلاح بلبنان الحرب الاهلية بعمرة ما وقفت لانه عنا الحرب هي القاعدة والسلم هو الاستثناء بلبنان ممكن يسكت المدفع لسنين بس التسلح بعمره ما وقف احداث ترابلوس تشبه كتير احداث صارت من قبل حتى لو اخدت اشكال واسمام ومصطلحات مختلفة مثلاً، بالال 2014 كانت المعارك مع الجيش اسمه انتفاضة واليوم اسمه حرب على الارهاب بال2014 انشأ ست مجندين بينما من 30 سنة انشأ لواء السادس عن الجيش بال84 كان يتسمى الجيش الفقوي او جيش امين جميل شاه لبنان واليوم الانهابيين بيوصفوا الجيش بجيش الصليب المأمور من حزب ايران بتار عم بيحاولوا يفهموا ليه بعض البيئة السنية باللبنان عم بينما فيها التطرف صار بين قال عنا انه هي بيئة حاضنة لاشي بيشبه جيبيت النصرة وداعش و احمد الاسير و شايد المولوي الاجوة بتوصل على العراق و سوريا والقاعدة وبين لادن بينما الجواب اسهل بكتير تيار المستقبل ارفتونا اياها للسنة مان مش ما اقول عنا حزب الله سيطان وسلاحه لقتل اهل السنة وولاية الفقية محل الدولة اللبنانية ليه هيك عم بتخييه دائما تيار مستقبل عنده صوت اجيب ليه ليه تيار مستقبل عنده صوت اجيب انا اجيب اجيب انا وصوفا حزب السلاح غريمونا وعدونا وإلنا عنده دم من سبع ايار عم نشوف عمليات تنكيل في مدينة صيدة ان ما يسمى سرايا المقاومة يزودها الحزب بالسلاح والمال السلاح الذي هيمن على حياتنا الوطنية والسياسية ترى السنة مظبوط يا خياد الحزب المسيطر على الدولة وبدو يهيمن على بقية الطواف بقوة السلاح ويغير النظام ليه كنت مضطرة قاعد مسؤول امني في حزب الله مع القادة الامنيين الرسميين وانت صاحب العبور الى الدولة والمؤسسات خلينا نفصل بين طبيعة الاجتماع وبين الصورة هدا مش الاجتماع الاول وهدا يعني كل الوقت كان يصير مع مسؤولين امنيين في حزب الله داعش والنصرة هود مش سنة هود مش اسلام حتى بموضوع داعش ما في عندنا مساونة نحنا هدا الموضوع دول ارهابيين اما بالنسبة للعسكر يعني بالنسبة للعسكر الرافضة فهم يعني ابدوا العداء وقاتلوا اهلنا بالقصير وفي عبرة وقاتلوا اهلنا بي يبرود فنتمنى قتلهم هدا صراحي نتمنى قتلهم اطلاق صراح المواطن شادي المولوي لا يلغي حقيقة انه سبق ان تعرض الى ما يشبه الاختطاف في مدينة ترابلوس اطلاق صراح شادي اعاد لقلنا جميعا كرامتنا وعزتنا بهدي المدينة بعدين رجعوا صاروا نحنا مع الجيش للموت فقد خرج الثلاثي كبارة ظاهر والمرعبة ليرفعوا من منسوب التحريض على الجيش اللبناني حدا عم بيحكي حتى من فريقنا السياسي انه يبيتهم الجيش يفل يروح يقعد عنده بس نرم كل شي ما في شك انه عدوه 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 صار عدوه والانتحاريين جايين على السنة والشيعة والإكسكاليبر بمعاملتان منشان هيك هايد المرحلة بتلبك تيار المستقبل والإرهابي عم يصغل الفرصة ورجع يتفنن بالتفجير بس هالمرة نزل كتيبة النسواني هي امرأة ستدخل من الباب الأسود من بوابة مراسم عشراء الكثيرة في الضاحية وسترتدي كما نساء حزب الله تشادور وتزنر نفسها تحته بحزام ناسف اسمها خديجة عبد الكريم حميد من أخبار جديد ليه بدن يحطوا منخارهم بكل شي بيفضح الخطة فضحت الخطة طبعا ايه بيفضحوا حرام فضحت الخطة تحفين ذكرت؟ لا متقل مروان شاربل مرأة مباشرة من شيء محل هناك ورسلنا عباس لي ويفينا بالتفاصيل عباس كيف كانت الأمنيات بآخر يوم بعشورة وكيف فينا نلقت خديجة بالفعل سلام لما نفضحت الخطة تغير كل شيء بس أنا اللي كنت بدي أعرفه العالم ردة فعلها كيف بتكون بس تشوف شخص مشبوه وخاصة منقبة واسمها خديجة طب شو عملت لك يا رعباس؟ أنا خديجة حميد أميسألوا عني الجديد شو بتدهم مني؟ مرحبا 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 تعرف انه كتير كتير احلى عباس من اقاب هيك جمالي بيكون محمل من عيون الناس كمان تحس في السبانس انه شوفي شوفي دعت لعبية هيك كتير اهيج هيك ما فهمت يعني شو عم بيهاجك لعبية عم عباس ما تجاوب خلينا ناخد بريك صغير بعد الاعلان في ارد عم يلحص تيزو خليكم معنا اه والله ايش بي ارد ارد عم يلحص تيزو بيقدر يطان تيزو لما بدي اسهله عن التكنيك ما عم بقدر بوصل عم حال تحس جسمك بيعمل البلوك كيفك ترجع تقدر تزمد من تحت كلمة عرفتش عم بيصير يعني وصل عم حالة يعني انا هون هلأ اعلقت فؤاد هايدي الحركات طب جاني ما منخففها ما ليه 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 ما بتخلي الواحد يطلع على طبيعته وبالشغل ليه ديما بك تقمعه بك تخليه ياخد غير صورة عن حالة لا انا لانه عم توصلني بس شكاوى شكاوى من مين منت باج نفسه انه معقولي ليك ما ابشع وهو هلا عم بيه يعني بس خلان نتقل لك انا اخبار سريعة مع التبجي الاخر المراسل السن السائل اكيد عبد عبد لقلك اهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامجي اللي بيقف فيه وبحكي بنبرة متل كأني ميت وما بتفهم وشو عمقولي اخبارنا لليوم هي الصحافة مارون نصيف وضع صورة لشاب ججل مع غرفة كلها سلاح وكتب عليها غنيمة من غنائم الجيش اللبناني بصيدة وهالصورة طلعت مفبركة فاولا متل ما شايفين ما في ولا غنائم ولا خواريف وتانيا الصورة مسروقة من صفحة شخص اسمه دان شي وهو سليبرتي عايش بلاس فيغاس حياة الفصق والفجور مثلي وهون عم نشوف صور لقلو وهو عم يداهم طرابلوس مع كتيبته النسائية وباتصال مع دان اوضح انه ما في علاقة تربطه مع المدعو مارون نصيف وانه هسلاح لي بالصورة مش لقلو هولي للشيخ بلال دقماق حاططن امانة عنده اللبناني كيف ما بتكبو بيجي واقف والاختراب اللبناني مرة جديدة بيثبت جدارته مع البورنستار اللبنانية ميا خليفة اللي نشرت صورة لمؤخرتها عفوا لقلها عم تدعم فيها لبنان من خلال تاتو على ايدها كلنا للوطن للعلا للعالم مع ميا خليفة كيف ما بتكبو بيجي واقف وزيرة السقافة الفرنسية بتستقيل من بعد الضغوطات الشعبية المطالبة باستقلتها بعدما اعلنت انه هي كتير مشغولة بالوزارة وما مع وقت تقرأ ومن هون بنعرف ليه وزراءنا ما بيستقيلوا لانه مع عن وقت يقروا ويسافروا ويلعبوا بلاي ستيشن وحتى يعملوا بانجن جامبينج من مكتبهم بالوزارة وقروا من دون اي مشكلة اني افتقر الى الوقت للقراءة منذ سنتين لبنان بيطلع من اكثر البلاد اللي عندها عطل رسمية الى جانب الهند وكولومبيا واحتفالا بها الامر قررت وزارة الداخلية اعلان عيد استقلال الهند وكولومبيا عيد لبناني رسمي عن جد هذا احلى شهر باللبنان انه في كتير فرص مسيحية واسلامية ووطنية الدولة بتشتغل بس يومين بالجمعة الدولة اللبنانية بتتأخر لتقبض موظفينه لمدة جمعة وبما انه هالشي شكله هيصير كل شهر قررت الدولة تستعين بخبرات قسم المحاسبة بالنيو تيفي ليتعلموا شي الحجج اللي بيعطوها للموظفين دراسة بريطانية حديثة اكدت انه اكتر ناس بيحضروا بورنو هن الناس المتدينين وهالشي بيعني انه انا طلعت متدين بدون ما اعرف هايدي كانت اخبارنا اليون مين عبد اللي بيوقف وبيحكي بنبرة ميتي وبيزهقكن انا عبد شكرا شكرا عبد منكمل مع الاخبار المتفارقة والزميلة ميرفا ميرفا شكرا صديقي المفلع الخبر التاني عن ناتور بني ركع عامل سوري من سوكلين على الطريق ورجع شمط له دينتو لانه مش حافظ الاستظهار لعبش عبر الموضوع انه كان في مرع البلكوح واجب اعراض عم بتشجع الناتور على ضرب العامل السوري اول شي ما فهمت كيف ناتور ومش سوري ما فهمت يعني انه الناتور يا سوري يا مصري يا سلينكي ممنوع بحسب العنون اللبناني اي جي سي تاني يتقدم على هذه الوظيفة وناتور لبناني هو خرق فاضح للدستور وبيهدد الميثاق والعيش المشترك صحيح سلام وتاني شي المرة كانت عم تتهم العامل انه هو سبب كل المشاكل سلام ما عم توقف ما ما عم توقف خلص خلص كانت المرة عم تتهم العامل انه هو سبب كل المشاكل ما حق بالفعل هذا العامل مسؤول عن الفراغ الرئاسي وزيد الخروع والمخدرات الرقمية والجوني عبدو سقوط المعسكر الاشتراكي واختيال كندي وغياب عقاب ساقر ومخارج الحروف عند وليد عبود انتقال توني خليفة من الجديد لمحطة منافسة نحنا من هنن نطورو المدعم اكيد الخبر الاخير هو عن وليد شونبلات اللي انضم للتويتر وتم انتخاب صفحتو كاهضم صفحة اونلاين وليد جونبلات انضم الى تويتر هذا هو الخبر وصورة اسكار كانت اولى الصور التي ينشرها وليد بيك الذي يكبر معه بحسب احدى تغريداته وليد بيك بنكت وبيجيوب على كل المتابعينه في منهم بيعطيهم رقم تليفونه قدام كل العالم يمكن ما انتبه انه مش برايميت ميسج ما بنعرف على بما انه الرقم صارت بمتناول الجميع احنا احنا نتصل لايف من الستوديو مين حضرتك؟ انا اوسكر الكلام اوكي فانزان بريك صغير بعد ان نرجع رح نتعطى مخدرات ديجيتال مباشرة على الهواء ما في شي ايتش دي في 2K و 4K اوكي بس اياه اللي بتاك فوتك اكتر بالترانس اياه اللي اي تونز من اي تونز فيك اوكي ليك انت قلو لك كتب غنيت اي تتاقر بورتي نافيرو اي نو اي تتاقر بورتي ساميرو انا كتبع بس نافيرو لا بس لم اشو اي لانك تكتب اغاني وبتلحن اي كده فينا نشتغل سواء انا كمان اي 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 انا امشين ونعد عائما مع بعض اذا فاكرين انو المخدرات فيكم تشتروها من عند ابو سلية بتكونوا غلطانين وإذا نفكرين أن المخدرات هي بس حشيشة وكوك ماريوانا كمين بتكونوا غلطانين حالياً وبالأسواق صار فيك تشم على آيتونز وتلف على البلاي ستور وتروح أوفردوز أم بي ثري يعني نوح زعيتر طلع مثل زين القتات وعباس جعفر مجرد بقى خضار برعاية أم تي فيه المخدرات الرقمية صارت بلبنان وبمتناول أي مراهق أو طفل قاعد بيته أنه يحصل عليها عبر الإنترنت المخدرات الرقمية هي برودكت من المخدرات عم يروّج لإله عبر ويبسايت عالمي معروف كمخدرات من نوع جديد أم بي ثري فالز بينعملها داونلود عند الإنترنت هالأم بي ثري فالز فيها نغمات صوتية غير سماعية بترسل بيسمعها الإنسان بكل دينة بتردد مختلف نعرف أكثر عن الموضوع وخلين نستعمل معنا أبو طلال أبو طلال أبو طلال بيك أبو طلال لك شو أرسك خوافني يا زليمة شو أرسك هلقد مفعولة أوي فوفي با فيقتنا لك أبو طلال شو ها أنا عرفت أنه أنت صرت بسجلوك بمكتب المكافحة تبع هذا النوع المخدرات صح يا دا شي طب خبرنا شو عم تعملو خبرنا شوية فوفي حقيقة المخدرات الرقمية نعم عشان بس نيدفع عشان أمراد مش مركز المخدرات الرقمية هي شيء لا يرقى غير مرئية نعم يعني بيصف أخ بديني شيء نعم وبديني التاني شيء تاني شو زبزبات؟ بزبزات هي بالضبط أوكي فأنت دماغها بيستقبل من ماير الشيء من ماير الشيء بيضيع أنت يعني مثلا كيف كان واحد عم بجرق من طاحب بطخ واحد مثلا عمضك من إجرق شو بتعمل؟ ما بتضيع بيضيع بين هون و هون هاني بيضرب عندك المتبع الدماغ السنتر كله المتبع الدماغ بتخدر أوكي يعني ما تخدر بتكرز يعني ما تكرز بتقوم بتنطع أمك بالباد خلال انت ضايع أوكي طب أنا عرفت أنه انت عم تاخدوا إجرقات عم تعملوا حواجز صح هيدا الشيء؟ طب في حواجز مافي انت عم تحكي هون موضوع بضل كل أشياء للجيل طارعة من البلد شو عم تعملوا؟ عملنا حاجز ايه؟ أنا حضرت مسؤول لحاجز أوكي طعف أنت أنا بس مسؤول حاجز ولا لعبة طبعا أول باص هوب عاليمان هويات لا يو اس بيات يو اس بيات كله عالقارد هاردس كات يو اس بيات كذا 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 فتش قلب فتش قلب وقسمت طلع بواحد يفو فيهاك وطلو انت شكات في شكات في مبين مضيع ديناك حمر طلو قرب لهان طلو لا ديناك حمر قال ياخي والله برد وشتي وما بعض حامل سجارة حشيش هو قال لي برد وشتي قلت له كوب سجارة حشيش وأحكي معي لا ديناك حمر قال لي برد وما شتي وما بعض شو قلت له انسا يلا على التحقيق أخدتهم أخدتهم أخدت لي 18 الواحد عم يسمعهم طب هن بين حبسوا عادل لأنه بعرف أنا أنه المخدرات العديمة مثلا بتروح الشهر الشهرين ها قد فروفي هي زيتا هي زيتا ما فيه كل واحد بدي يتاخذ على حبس مثلا واق الكفوري حكم عشر سنين أليستا مؤبد جاء رعد إعدام شنقن حتى الموت بالرصاص هل إذا عم تسمعهم أصدق اه أكيد كل واحد قل له حكمه اوكي وطلع واحد معه يو اس بي عليها كلها مخدرات قل له يلا أنت مؤبد حبس قال لي هادي يو اس بي تبع على مقتب الأستاذ بي برد قل له قاسق أليمون انزال لا فيهن لنبيه برد ولا حدا داخل على الخار ما هذا فوق الأنون اي برافو على خفوفة ومن وقت عينك ما تشوف النار يعني أنا في الضيفوني الشباب جافي حلبي بمكتب الحركة ومشي حالة وكله عم يسمع كان طيورة جنة حبيبيات هلبي تعف مين عم بيصوت هلأ مين اسألني مين مين عم بيصوت اهل البقاع خلص ما انضربت البضاعة كلها شوى انسى صار كله علي واسبيات وفلاش ميموريات معاش معاش بحيزة تطلع فاقه تشتري وتدفع وتاخد انسى نوح زعيطر على الارض يحكم هلأ منهار الزلمة كله مش خلص عباس جافر مات انتحر بس عرف الموضوع هلأ عندنا بديهم قريبا يعني طالع على بديدهم سهل كله ياسبيات طالع احرقه بتلفو اه والله طيب بس اخر شي شو بتعطي نصايح للشعب اللبناني كيف يون يتوقع هيدا الشي اول شي تشفي الروتانا خارجية وروتانا مسيق او روتانا زمان وروتانا كلاسيق هيدا والله مفروض يتشفر اف ام مفروض يتشفر شو خاصة على الديك مفروض يموتو كله هيدا اخد راقس بيه وان بصب نفس المحان اذا انت فوتولك من ميلي على الديك او من ميلي في روز شو بيصير فاك شكرا قطر هادي كانت اخبار الاسبوع اكيد ما بدنا ننسى انه هادا الاسبوع رح يقطع التمديد بكرة بيضا من بين اجريكم وصار واضح ادي النظام السياسي بلبنان فاسد وبلع مصدائية او شرعية وصار لابد من النقاش عن تغيير النظام كله هيدا الوضع مش ماشي بعدها تغيير النظام اللادي وجمعية اللادي وناشطين بالمجتمع المدني رح ينزلوا على رياض الصلح الليلي وينيبوا هونيك لحتى يشجعوا اللي متلكن انهم ما يعملوا شي فيك انت تتحرك وتنزل تسجل موقف لتقول لولادك عن تاريخك بكتاب التاريخ واذا ما لك جرت تنزل فيك تفوت على ويبسايت تسجل حالك وتمسك ايد بايد بعالم افتراضي ضروري تشوفوا الويبسايت لانه فينا كلنا نمسك ايدين بعض بلا ما نمسك ايدين بعض فحلو نشوف مليون لبناني مسكين ايدين بعض ولو افتراضيا الويبسايت لا تكتوب على اسفل الشاشة بتروح تسجل تكون مسكين ايدين بعض ومعرف ان تبقى تمسك ايدين بعض افتراضيا افتراضيا لا افتراضيا لا افتراضيا انه افتراضيا خيل انه ايه ليس yo ا wondي لن أهام strands قتل باسم الدين بريئا لا ذنب له ليلعن الله كل من قتل باسم الدين جنديا من جنود بلادنا ليلعن الله كل من رعى باسم الدين ودعم باسم الدين وغذى ومول باسم الدين لقتل المدنيين لحرق ممتلكاتهم وجنى أعمارهم وأرزاقهم والسؤال أين الزعران؟ لماذا لم يتحرك القضاء أو الأجهزة الأمنية لاعتقال رجل الدين الذي حرض ضد الجيش ودعا إلى الجهاد وإلى التمرد على الجيش؟ لن أحكي أكثر إنه نداء الصرخة لأهل شهدائنا الذين سقطوا في حرب عصابات الإرهاب أترك حناجر الأمهات تحكي هل من يسمع في الدولة وغيرها؟ الدولة أخرت رواتب موظفيها وعسكريها